فرحب بيكم عزيزي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا رسول الإسلام بديل الأصنام ونشوف السؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب هل هذا الحديث صحيح كل دعاء موقوف أو محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشوف الإجابة هذا الحديث رواه الترمزي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك قال ابن كثير إسناده جيد وحسنه الألباني في صحيح الترمزي يبقى فيه سؤالة بعد هل كل دعاء موقوف أو محجوب حتى أن المسلم بيصلى على النبي فالإجابة قال له آه أن الحديث بيقول أنه دعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على النبي والحديث ده إسناده جيد وحسنه الألباني يعني المسلم لو دعا الدعاء ده ما يوصلش ويكون كده متعلق بين السمه والأرض قلت اللهم صلي وسلموا الدعاء يعني وانت كده بتقول الدعاء الدعاء يطلع ما قلتش الصلاة على النبي يعني في الدعاء الدعاء ما يطلعش الله ما اسمعوش وخلينا نكمل الإجابة وقد أورد الألباني في السلسلة الصحيحة من قول النبي وذكر شواهده ثم قال وخلاصة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى على أقل الأحوال ثم ما رواهد ترمزية موقوفا عن عمر رضي الله عنه له حكم المرفوع قال الحافظ العراقي وهو إن كل موقوفا عليه فمثله لا يقال من قبل الرأي وإنما هو أمر توقيفي فحكم حكم المرفوع وقال القاضي أبو بكر ابن العربي عقب ذكره لقول عمر هذا ومثل هذا إذن قاله أمر يلا يكون إلا توقفيا لأنه لا يدرك بالنظر يعني كل اللي أرنا ده بيأكد إن الحديث بمجموع الطرق والشواهد لا ينزل عن مرتبة الحسن وخلينا نكمل الإجابة والحديث يدل على استحباب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء والذي يصهر أن هذا ليس شرطا في الدعاء بالدليل أن النبي لم يلتزم هذا في جميع الأدائية إنما يؤخذ هذا الأمر على الاستحباب يبقى الحديث بيدل على استحباب الصلاة على النبي مع الدعاء والدليل على كده إن هو نفسه ملتزمش بكده في كل الأدائية وهنا أنا يعني ما فهمتش أوه هو لما كان بيدعي ممكن يصلي على نفسه مع ربمي يعني ما فهمتش الرسول ممكن يصلي على نفسه يعني هو بيدعي يعني مش واضحة وخلينا نكمل وقد ذكر الغلماء أن صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدعاء على سلاسة مراتب قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتابه تصحيح الدعاء وأكمل المراتب الصلاة على النبي في فتحة الدعاء ووسطه وخاتبته وإنها للدعاء كالجناح يصعد بخالصه إلى عينان السماء والمرتبة الثانية في أوله وآخره والمرتبة الثالثة في أوله وذكر هذه المراتب أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهيم يعني ابن القيم ذكر ثلاث مراتب في الصلاة على الرسول مع الدعاء المرتبة الأولى الدعاء فيها بيصعد كالجناح يعني بخالصه وكده إلى عينان السماء لما تصلي على الرسول في أول الدعاء وفي نصه وفي آخره كده الدعاء هيتير بالجناح المرتبة الثانية تصلي على الرسول في أول الدعاء وآخره المرتبة الثالثة تصلي على الرسول في أول الدعاء وخلينا كامل الإجابة وروا الترمزي عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي قال إذا صل أحدكم فليبدأ بتحميد الله والسناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدع بعد بما شاء صححه الألباني في صحيح الترمزي وروا التبراني عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا أراد أحدكم أن يسأل فليبدأ بالمتحى والسناء على الله بما هو أهله ثم ليصلي على النبي ثم ليسأل بعد فإنه أقدر أن ينجح زكراه الألباني في السلسلة الصحيحة وقال أبو سليمان الداراني من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة عن النبي وليسأل حاجته وليختم بالصلاة عن النبي فإن الصلاة عن النبي مقبول والله أقرب أن يرد بينهما والله تعالى أعلم ودلوقتي إيه رأيكم من من الأنبياء قبل كده قال له قومه لما تيجي تدعي تصلي علي بل كمان قال لهم إنهم لما يصلوا عليه خطيئهم تتغفر شوفوا معي الحديث بيقول إيه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات والتصحيح قدامكم هل أنت لما تعمل كده مش بتتقرب إلى الله ظلفة بالرسول وده اللي كانوا بيابرون المشركين مع أصنامهم في صورة الزمر ثلاثة وشوفوا معي بيقول إيه ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ظلفة وفي تفسير ابن كثير بيقول إيه قال قتادة والسدية ومالك عن زيد ابن أسلم وابن زيد ألا ليقربون إلى الله ظلفة قال لي يشفعوا لنا ويقربون عنده منزلة يعني إيه؟ يعني كل اللي عملوا رسول الإسلام شل الأصنام اللي كانوا بيتشفعوا بيها وحط نفسه مكانها وقال لك أنت لما تيجي تدعي وتصلي علشان الله يتقبل دعاك تقسر الصلاة علي عشان تحط عنك خطيئك وكمان ماكتفاش بكده أن يوم القيامة مش هتدخل الجنة غير لما هو كمان يشفع لك مين من الأنبياء عمل كده؟ المفروض الرسول ده زي إيه؟ زي البستاجي اللي بيوصل الرسالة جاب الرسالة ومشي مالوش أي فضل غير أنه وصل الرسالة وبيبشي مش يحط نفسه وسط بينك وبين الله في كل شيء لدرجة أن الدعاء يكون موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء غير لو صليت عن النبي وفكروا في الموضوع إزاي الرسول حط نفسه مكان الأصنام وقال لك أنت عشان توصل لربنا لازم أنا اللي أكون في النص الأول وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر